بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم الطلبة الأعزاء طلبة جامعة الإسراء ومع الجزء الثاني من الفصل الثامن والذي هو بعنوان نظريات الذكاء من مصاق علم النفس كلية العلوم الإنسانية اليوم سوف نتحدث إن شاء الله عن نظريات الذكاء نبدأ بنظرية سبيرمن نظرية سبيرمن أو نظرية العاملين تسمى هذا سبيرمن عالم نفسي إنجليزي شهير قام بالعديد من الدراسات التي تناولت الذكاء وحكى نظرية الذكاء لسبيرمن حكت فيه نقطتين مهمتين هما اللي هو عبارة قال لك أنه الذكاء عبارة عن القدرة العامة وقدرات خاصة قدرة عامة يعني بكون فيها كل اختبار يعني بكون في عامل مشترك عامل عامل لدى الفرد مشترك بأثر في نتائج هذا الاختبار يعني في قدرة بتكون عامة مشتركة ما بين الأفراد وتؤهل هاي اللي هو القدرة لأن تحدث عند الفرد القدرة الخاصة يعني ممكن مهندس المهندس عنده قدرة عامة في الدكاء ولكن يتميز مهندس عن مهندس في أنه واحد يكون مثلا ذكي أكثر في القدرات الخاصة خلال رسم تصميم الهندسي وبالتالي يتفوق على زميله المهندس مع أنهم يشتركوا هما الاتنين في عندهم عامل عام مشترك اللي هو ذكاؤهم في الجانب قلينا نقول الجانب الهندسي مثلا الجانب الاجتماعي الذكاء الاجتماعي هناك اللي هو عامل عام قدرة عامة يشترك فيها أكثر من شخص ولكن يتميز كل شخص عن الآخر بقدرة قدرة خاصة هذا عنده قدرة اجتماعية أكثر من الآخر هذه النقطة الأولى نقطة الثانية اللي هو طبعا وإن كانت تصب في نفس النقطة اللي هو الفروق الفردية ما بين الناس في الذكاء بيقول لك تختلف حسب اللي هو اختلاف قدراتهم على استنباط العلاقات كلما استطاع الفرد استنباط العلاقات أكثر تجريدا كل مكان مستوى ذكاءه مرتفع يعني في ناس ممكن يكون في مشكلة بيجي بفرغ هذه المشكلة على ورق وبشوف العلاقات مبناتها وبالتالي يستطيع حالها كل مكان قادر على أنه فرغ هذا الشيء على ورق على شيء مكتوب وترتيب هذه العلاقات كل مكان ذكاءه أكبر يعني قال أنه سبيرمان قال أنه ذكاء وما هو إلا إدراك للعلاقات العلاقات الصعبة والعلاقات الدقيقة هذا بشكل عام بالنسبة لنظرية سبيرمان نظرية ثانية هي نظرية ثيروستون ثيروستون حكى عن سبع أشياء طبعا عالم نفس أمريكي شهير طبق العديد من الاختبارات اللفظية والعملية المتنوعة لقياس الدكاء وصل لنظرية وقال أنه اختبارات الدكاء ما بتجيسش قدرة عامة واحدة ولكن هناك سبع قدرات يعني عكس سبيرمان سبيرمان قال أنه عبارة عن إحنا نجسم الدكاء لقدرتين قدرة عامة أو عامل عام نظرية العاملية زمناها عامل عام وعامل خاص عامل عام مشترك وعامل خاص بكون فقط على اللي هو يقتصر أثره بكون على الاختبار أو الانتاج وحده دون غيره لكن هان ثيرستون حكى عن سبع عوامل من جيسها سبع قدرات عقلية قال في القدرة العلاقات اللفظية اللي هي من خلالها يتم القدرة على الفهم يعني أنا من الألفاظ ممكن أستطيع أني أفهم وأفهم استخدامي لهو العلاقات اللفظية يعني كأني بقول قدرة على الفهم طيب هناك فرق برضو الشغل الثاني القدرة اللفظية بمعنى أني أستخدم الأسلوب اللفظي الجيد وبطلاقة جيدة أقدر أوظف الكلمات أوظف العبارات أوظف الألفاظ في مكانها الصحيح وبطلاقة فهي يعتبر نوع من الذكاء في هناك قال القدرة العددية اللي هي إيش العامل التالت القدرة العددية على إجراء العمليات الحسابية العامل الرابع الذاكرة يعني القدرة على أنه هو طبعا التذكر نقول لك اعتبروا ثروستون من الذكاء قدش أنت ذاكرة قوية فأنت تبدأس بدكاء أعلى الإدراك الحسي العامل الخامس بمعنى إدراك حسي أنك أنت بتقدر تميز سرعة إدراكية عندك وتميز ما بين الأشياء وتقدر تستخدم الحواس الخامس في الإدراك وتوظيفها بشكل جيد في التصور المكاني هو العامل السادس يعني تقدر القدرة على التصور البصري التصور المكاني القدرة على التصور الحركات الأوضاع المختلفة ممكن الإنسان يروح مثلا في مكان معين عنده قدرة على التصور المكاني أكتر من غيره يقدر يرجع لهذا المكان بسهولة يقدر يرسم خريطة لهذا المكان هذا طبعا يمتاز فيه الأصحاب اللي هم تخصص الهندسة المعمارية والدكور وما إلى ذلك العامل السابع هو القدرة على التفكير تفكير يعني الاستدلال المفاهيم مبادئ الضرورية لحل المشكلة بواجه مشكلة يقدر يفكر ويقدر يوظف التفكير في حل هذه المشكلة سبع عوامل قسم ثروستون الذكاء من خلال نظرية ثروستون طيب نظرية ثروستون دايك قسم الذكاء إلى ثلاثة أنواع من الذكاء قال أنه الذكاء الأول سماه الذكاء مجرد هو القدرة على معالجة المفاهيم والألفاظ والرموز المجردة بكفاءة عالية هذا ثروستون دايك قال أنه نقدر أنه نفهم ونعالج الألفاظ ونعمل رسوم بيانية نقدر نخطط نقدر نرسم الخرائط وهكذا تفكير مجرد الذكاء الاجتماعي هو إقامة العلاقات العلاقات الاجتماعية بشكل جيد وناجح في ناس يكونوا مقبولين اجتماعيا هذا يكونوا يمتاز بالذكاء الاجتماعي في ناس يستخدم وظف الألفاظ في علاقات الاجتماعية بشكل جيد حبوبين يعني فهذا يمتاز بالذكاء الاجتماعي الذكاء الميكانيكي هو نوع الثالث هو قدرة الفرد على التعامل مع الاشياء اللي هو اللي بتحتاج الى فك وتركيب مع الاشياء المادية اه اللي هي المحسوسة اه بتعامل في المهارات اليدوية الميكانيكية القدرة العام العملية عنده في الهو الاداء يعني في تركيب فك تركيب الاجهزة اه الامور هذا هذا ذكاء ميكانيكي هاي انواع الذكاءات الثلاثة اللي عند تورندايك طيب اجا غاردينر وحكى عن نظرية سماها نظرية الذكاءات المتعددة في عام تلاتة وتمانين هاي نظرية حديثة نسبيا حكى غاردينر قال انه الذكاء ليس فقط الذكاء العقلي اللي هو المتعرف عليه شاطر في الحسابات ولا الذكاء الاجتماعي المتعرف عليه انه في عند علاقات ولا المجرد اللي قال عنه ثورندايك ولا الميكانيكي فقط وانما هناك سبعة ذكاءات هاي سبع جوانب للذكاء الذكاء الاول هو الذكاء اللغوي الناس اللي شاطرين في اللغة عنده استعداد انه يفهم اللغة ويتعلم لغة جديدة اكتر من غيره هذا بكون ذكاء لغوي عنده في عنده ذكاء طبعا انتوا اصحاب له تخصص اللغة الانجليزية يعني كل مكان عنده الانسان ذكاء لغوي اكتر كل مكان مبدع في هذا التخصص اكتر اصحاب الذكاء اللي هو المنطقي الرياضي ذكاء المنطقي الرياضي هذا طبعا شغل العقلي عن ما نسميه القدرة على حل المسائل الحسابية من خلال البرهان من خلال المنطق من خلال الاستدلال في الذكاء الثالث عن غاردنار هو الذكاء المكاني هو التعامل مع معطيات المكان وزي ما حكى ثيرستون برضو في عنده من ضمن عوامله السبعة اللي هو العوامل اللي هو التصور البصري المكاني وغاردنار ايضا قال عنده في الذكاء المكاني الذكاء الموسيقي في ناس عندهم قدرة على تأليف المقطعات على الغناء على التوفيق او التزامن ما بين الموسيقى وما بين الاغنية او الانشودة هذا ذكاء موسيقي عنده حس موسيقي يعني في الذكاء الحركي هذا الذكاء الحركي اللي هو علاقة بالرياضة اكتر شيء الجنباز الالعاب الحركية البهلوانية الاشياء اللي بتحتاج الرقص ايضا من الذكاء الحركي الاشياء اللي بتحتاج الى مهارة في ادائها اللي هو تدخل ضمن نطاق الذكاء الحركي هناك ذكاء اجتماعي هذا الذكاء اللي هو يعني فيه كفاءة التواصل الاجتماعي وحسن معاملة الناس مخاطبتهم فهمهم هذا ربما صحاب الصحافة والاعلام تخصص الصحافة والاعلام اللي هما يكون اكثر شيء بنسبهم يكونوا من ذوي الذكاء الاجتماعي في الذكاء الشخصي او ذكاء معرفة الذات هذا الذكاء معرفة الذات يعني انا بعرف شخصي بكون واعي بذاتي وبفاعلية ذاتي وبكفاءة ذاتي وبالتالي انا بقدر ايش اعرف قدراتي وامكانياتي فهذا نوع من الذكاء ايضا بقيت هاي الذكاءات السبع عند غاردينر حتى عام 2016 اضاف غاردينر اللي هنذكائين جديدين قال في ذكاء اسمه ذكاء الطبيعة او الذكاء الطبيعي هو فهم الطبيعة شغل اللي هو الجيولوجيا اه شغل البيولوجي بمعنى انك تفهم الحيوانات النباتات القدرة على تصنيف هاي الانواع سمها ذكاء الطبيعة وفيه سمها ذكاء اه تاسع سميها بذكاء التعليم قديش بتقدر انت توصل المعلومة كمعلم او مدرس فانت تمتاز بذكاء اه التعليم هذا بالنسبة لنظرية الذكاءات المتعددة لغاردينر طيب نظرية سترينبينجر سترينبينجر هذا عالم نفس امريكي برضو اشتهر بنظرية ثلاثية للذكاء قال انه الذكاء طبعا على غرار ثوريندايك اللي قال الذكاء ثلاثة الذكاء المجرد والميكانيكو الاجتماعي لكن هذا سترينبينجر قال انه فيه الذكاء تحليلي وابتكاري وعملي التحليلي معنى فيه قدرة التحليل للاشياء المقارنة المضاهاء هاي بسمى ذكاء تحليلي طيب فيه الذكاء الابتكاري النوع الثاني هذا اسلوب جديد وغير مألوف حناخد الآن عن شيء عن الضعف العقلي إيش هو الضعف العقلي؟ الضعف العقلي هو يعني مستوى الأدنى من الوظيفة العقلية يعني مقارنة مع الضعف السلوك التكيفي بمعنى أنه الإنسان ما بيقدر يتكيف مع المواقف الخارجية ما بيقدر يتكيف مع البيئة لأنه في عنده ضعف عقلي هذا الضعف يكون نسبة الذكاء عنده حسب لهو بناء احنا قلنا بناء المتوسط الذكاء مية اللي بيكون تسعين بيكون أقل ذكاء تمانين أقل سبعين أقل الأقل من سبعين يمتاز بالضعف العقلي بيكون عنده ضعف عقلي وقسمت اللي أقل من سبعين إلى ثلاثة أقسام فيه له أقل من سبعين وأكثر من خمسين يعني نسبة الذكاء بتكون عنده ما بين خمسين إلى سبعين هذا بيكون الشخص بلغ يعني بيكون صار عمره فوق العشرين سنة فوق الواحد وعشرين سنة يعني بيكون عنده سن الرشد ولكن عمره العقلي بيظل ما بين ثمان سنوات تسع سنوات أحد عشر سنة هكذا واحنا عرفنا حسب القياس بنين قلنا أنه العمر العقلي على العمر الزمني مضروب في 100 بتحدد فيها نسبة الذكاء والعمر العقلي عند هذا الشخص بيكون ثمان سنوات يعني فقط عقله ابن ثمان سنين ابن 11 سنين ببن الثماني وبن الثماني لكن عمره الزمني بيكون فوق العشرين فوق الواحد وعشرين لكن عمره بيكون العقلي ابن ثمان سنين او اه عشر سنين زي هي. هذا بكون نسبة الذكاء عنده ما بين خمسين وما بين سبعين. اه طبعا هذا في عنده مشكلة. اه بكون يمكن تدريب هذه الفئة في مراكز الطبية الخاصة لانهم يكون من دول احتياجات الخاصة. اه كيف يعني الهدف من هذا التدريب هو تمكينهم من رعاية انفسهم. اه تمكينهم من اكتساب مهارات فقط انهم يتكيفوا مع البيئة اه الخارجية. ولو تعلم القراءة والكتابة فقط بشكل بسيط فبكون شيء جيد. هذا النوع المعتدل بنسميه. فيه النوع المتوسط. هذا المتوسط بكون نسبة ذكاءه اقل من خمسين واكتر من خمسة وثلاثين. طبعا بكون الشخص هذا في سن الرشد ولكن عمره العقلي لسه اقل من ابن ثمان سنين. يعني بكون ما بين اربع سنوات الى سبع سنوات. عمره العقلي. ابن يعني ابن صف اول ابن ثاني ابن الروضة. بكون يعني بس مخه على جد كانه اه عقل عقل ابن اه روضة او ابن صف اول او صف ثاني. برضو هذا يحتاج الى رعاية خاصة يحتاج الى اه مراكز طبية خاصة بتعلموا اكتساب السلوك التكيفي فقط علشان رعاية نفسه. وان امكان فشيء من القراءة او النوع الثالث من الضعف العقلي وهو اللي هو اه الشديد بتكون نسبة الذكاء عنده اه يعني بين العشرين الى الخمس وثلاثين. هذا طبعا الشخص بكون سن اه الرشد بكون هو اصلا في سن الرشد ولكن عمره العقلي اه يعني لا يتجاوز اه الثلاث سنوات طبعا بيحتاج الى رعاية مستمرة و اه طبعا هذا مش راح يعرف يقرأ ولا يكتب فقط يعني لو بس اه علمو الشغلات اللي ممكن يتفيدوا اه لاستخدام اه الحمام اه كيف مثلا يلبس اه ملابس يعني امور خفيفة جدا اه طبعا اذا كانت نسبة الذكاء اقل من عشرين فهذا بكون مستوى عميق يعني بكون متخلف ويعاني من اعاقة اه عقلية. هذا بالنسبة الى الضعف العقلي. طيب. اه بدنا نشوف الفروق الفردية في اه الذكاء. البشر بطبيعتهم في مستويات مختلفة ودرجات مختلفة اه من حيث الدكاء من حيث البنية الجسمية. من حيث البنية النفسية. من حيث الدافعية. من حيث الانفعالات. السمات الشخصية. كل هاي في فروق فردية ربنا لما نخلقنا وجدنا مختلفين. اه الذكاء طبعا المحك الاساسي في هاي اللي هو اه اه عفوا الاختلافات. بشكل عام لكن اه الناس اه متوسط الذكاء يعني اه ما بين اللي هو العاديين الناس العاديين اللي ذكاؤهم ما بين فوق الخمس وتمانين تحت المية وخمستاش تقريبا معظم البشر ونسبتهم حوالي تمانية وستين في المية اكثر من تمانية وستين في المية باشي بسيط. هذولا هم ايش اه الناس المتوسط العاديين في اه الذكاء اللي هم بكونوا الناس اه اللي حوالي تمانية وستين في المية. المتفوقين اللي هي نسبة ذكاء هم المية وخمستاش الى مية وثلاتين نسبتهم ايضا حوالي تلاتاش نص في المية. وفي المقابل الناس بطئين التعلم نفس النسبة تقريبا اللي هو تلاتاش نص في المية. الموهوبين اللي فوق مية وتلاتين نسبة دكاءهم بكون نسبتهم قليلة جدا اه حوالي اتنين في المية. والمقابل اللي هم المعاقين عقليا برضو اللي حكينا عنهم لهم الضعف العقلي برضو نفس النسبة. اللي فوق المية وخمسة واربعين الناس اللي فوق الموهوبين يعني عباقة جدا 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 بكون صوتهم قليلة جدا واللي بكون برضو عندهم تخلف عقلي عميق أو شديد برضو نسبة قليلة جدا سبحان الله يعني ربنا عملنا اللي هو تقريبا نفس اللي هو على يمين المنحنى وعلى شمال المنحنى هذا المنحنى طبعا اسم المنحنى الاعتدالي يتم طبعا الاستقلال به ليس فقط للذكاء وإنما لكثير من السمات والفعلات والسمات الشخصية الأخرى طيب الجانب الآخر بدنا نحكي عن قضايا خلافية حول الذكاء هي ناس الذكاء فطري ولا مكتسب يعني تقريبا أجمع العلماء أنه الذكاء نسبة كبيرة من الفطري حوالي 1.8% من الفطري و19% بسبب البيئة وتقريبا يعني أنه البيئة هي تساعد على استثمار هذا العضاء الرباني إذن الإنسان من خلال الجينات تكاوب يكون جيني على الأغلب بيئة إما إنها تستثمر وتنمي هذا الذكاء وإما إنها تحبط وتطمس هذا النوع من المنحة الربانية طيب هل هناك فارق في الذكاء تبعا للسلالات؟ يعني بقول لك أنه البشرة السوداء أقل بقليل من متوسط الذكاء عند البشرة البيضاء أبحثتك بجولة بشكل عام زي ما حكينا شفنا المنحة المنحة الاعتدالي السابق كان في السلالات السابق لقنا أنه متوسط الذكاء المتوسط هو يتواجد بفئة كبيرة المحصور ما بين خمسة وتمانين إلى مية وخمسطعش أو من مية أو من تسعين إلى مية وعشرة هاي النسبة هي أغلب الناس بكون ذكاءهم متوسط نسبة قليلة بكون ذكاءهم موهوبين أو أقل من المتوسط ونسبة قليلة أقل بكون أكثر من موهوبين أو بكون عندهم دخلف عقلي الذكاء الفائق والذكاء الضعيف بكون بنسبة قليلة نسبيا الأطفال قال لك اليابانيين بتفوقون على نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين في مثل الذكاء هيك بتقول نتائج الأبحاث طيب هل هناك علاقة ما بين الفقر وما بين الذكاء أيضا يعني العالم راثوس قال أن الأطفال اللي بعيشوا في المستويات الاجتماعية والاقتصادية المتدنية بتكون نسب ذكاءهم أقل من نظرائهم في المستويات الاجتماعية والاقتصادية الراغية وهذا شيء طبيعي لأنه البيئة بتوفر الإمكانات اللي بتساعد على تحفيز هذا الذكاء الوراثي فإذا لم تلبي البيئة هذا ولم تساعد على تحفيز هذا النوع هذا الذكاء فيبقى هذا الذكاء خامل ولا يمكن استثمار بهيك بنكون انتهينا من شرح فصل الثامن الجزء الثاني منه تحدثنا في الجزء الأول عن الذكاء من حيث التعريف وتحدثنا عن معاني الذكاء المعنى الفلسفي للذكاء والمعنى البيولوجي والمعنى الاجتماعي ثم تطرقنا إلى قياس الذكاء كيف يمكن أن نقيس وكيف يمكن أن نعد اختبارات اختبارات لقياس الذكاء تحدثنا عن بعض النماذج المشهورة من اختبارات الذكاء مثل اختبار ستانفورد بنيه واختبار وكسيلر بجزء أيه طبعا اللفظي والعملي وتحدثنا في الجزء الثاني هذا الجزء عن نظريات الذكاء وكل نظرية خلاصة ما تحدثت عنه وما تبنته من حيث المعنى معنى الذكاء ثم بعد ذلك تحدثنا عن الضعف العقلي والفروق الفردية في الذكاء وأخيرا كانت القضايا الخلافية حول الذكاء هل هو فطري أم مكتسب هل هناك علاقة ما بين الفقر والذكاء هل هناك فوارق في الذكاء تبعا للسلالات بتمنى يكون وفينا الفصل حقه طبعا مطلوب منك اللي هو قراءة هذا الفصل بفهم وبتماع والمصطلحات مصطلحات الفصل كما هو دارج في نهاية كل فصل توجد المصطلحات والخلاصة والأسئلة والتدريبات بتمنى انك تفهموها وتحلوها وحتى لقاء آخر ومع فصل جديد من فصول مساق علم النفس لكم مني أجمل تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر